السحفي من طهران محمد الصراف سيد الصراف أهلا بك مجددا معنا يعني بين المداخلة السابقة والآن هل من تطورات جديدة يمكن أن نضيفها للمشهد ونحن نرى هذا الفيديو المتداول ويظهر على ما يبدو تصدي دفاعات جوية إيرانية لما كان يستخدم في هذه الضربة ولا نعرف حتى الآن هل هذه صواريخ هناك مسيارات استخدمت في الضربة التي استهدفت موقعا في إصفهان بالفعل وكالة إيرنا الرسمية وهي الوكالة الرسمية للأنباء في إيران أعلنت عن سماع صوت الدفاعات الجوية في عدد من المحافظات وهنا خصت الإشارة بإصفهان وتبريز في تبريز تحدثت بداية دعنا نبدأ من تبريز وهي المحافظة الواقعة شمال غرب إيران وهي قريبة أيضا من أذربيجان حيث أيضا نعلم هناك باع طويل من المناكفات بين إيران وأذربيجان طبعا سنصل إلى هذا الموضوع لكن وكالة إيرنا أعلنت أنه في شمال غربي إيران محافظة تبريز تم سماع مضادات جوية لاستهداف طائرات مسيرة صغيرة وهي حسب الطلاعي أن هذه الطائرات هذا الوصف الذي يطلق على هذه الطائرات في إيران هي تطلق على طائرات كواد كوبتر الطائرات الصغيرة ولكن لا وجود عن أي استهداف بالصواريخ ولا صوت انفجارات والأصوات الانفجارات الوحيدة التي سمعت في محافظة تبريز هي ترتبط وتتعلق بالمضادات الجوية لكن في إصفهان هناك على ما يبدو صوت أصوات انفجارات حسب وكالة الأنباء الإيرانية في قاعدة هشتم شكاري وهي القاعدة الثامنة للجيش الإيراني في مدينة إصفهان إحدى ضواحي مدينة إصفهان وأيضا هناك مضادات جوية عملت على إسقاط بعض الأجسام الطائرة وهي أيضا هنا يتحدث الخبر عن طائرات مسيرة صغيرة بحجم كواد كوبتر ولا وجود لأي أنباء عن استهدافات بالصواريخ وما إلى ذلك لكن بطبيعة الحال هناك الأنباء تتحدث عن كسر بعض الزجاجات لبعض المباني داخل هذه القاعدة العسكرية ولكن لا وجود لأي أضرار جسيمة ويبدو أن المستهدف كان إحدى الرادارات الموجودة في هذه القاعدة على ما يبدو أن هذه الطائرات الصغيرة لم تكن تأتي من الخارج لماذا؟ لأن بطبيعة الحال هذه الطائرات هي صغيرة ولا يمكنها أن تقطع مسافة ما بين 1700 كيلومتر وهي المسافة التي ما بين أقرب نقطة في إيران وإلى أقرب نقطة في إسرائيل ولذلك الكثير من المواقع الغير الرسمية الآن تركز من أنه هناك أخبار مزيفة تأتي وهناك حرب نفسية إسرائيلية تشن في هذه اللحظة عبر قنوات تلفزيونية ومواقع إخبارية خاصة وتريد أن تربط هذا الموضوع وهذه الحوادث بإسرائيل لماذا؟ لأن قبل عام تقريبا زميلي صديقي في إصفهان حدث هكذا حادثة وهناك كان طائرة مسيرة من طراز كواد كوبتر والتي هي تكون صغيرة جدا ويمكن شراء وتهيئتها من أي نقطة في العالم وداخل إيران حتى هناك المحلات المحال التجارية بعض المحلات تبيع هذه الطائرات وبإمكان أن تركيب بعض المواد المتفجرة فيها وتصبح طائرة انتحارية وهذا ما حدث في إصفهان قبل عام حيث عندما استهدف مقر للصناعات الدفاعية تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية ووقتها نسبت إيران هذا الهجوم إلى إسرائيل ولكن من خلال عناصر نفوذية داخل إيران قامت بالتعاون مع إسرائيل ونفذت هذا الهجوم أما في تبريز وهي محافظة الشمال الغربية أقصى شمال غرب إيران وتقع بالحدود مع دولة أذربيجان فهناك إيران كثيرا ما حذرت الجانب الأذربيجاني من وجود مراكز تابعة للموساد ونعلم جميعا أن هناك مراكز كثيرة في أذربيجان نشطة وهي تتعلق بالجانب الإسرائيلي وهناك نشاط استخباري حتى بعض العمليات الإرهابية التي تمت من داخل إيران حسب الاستخبارات الإيرانية جاءت بتوجيه وتنفيذ وتمرير من الجانب الأذربيجاني إلى هذه النقطة فبطبيعة الحال حتى الآن لا وجود عن أي خبر يتحدث عن هجوم إسرائيلي بالصواريخ أو بالطائرات المسيرة لكن الآن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حتى هذه النحوة لافت بأنه على الأقل إيران لغاية اللحظة لم تتهم إسرائيل بتنفيذ الضربة إسرائيل لم تعلن مسؤولياتها عن الضربة ولكن إعلام إسرائيلي بحسب هذا النبأ العاجل الظهر على شاشتنا تحديدا القناة الثانية عشر الإسرائيلية تقول أو تشير إلى انعقاد مشاورات في مقر وزارة الحرب في تل أبيب على الرغم من عدم تبني إسرائيل للقصف بإيران لا أعرف كيف يفهم هذا الأمر أو هذا التطور لماذا تعقد مشاورات في تل أبيب إن كان ليس لها علاقة بالضربة التي نتحدث عنها وطالت عدة مواقع ومحافظات في إيران نعم هكذا اجتماع في إسرائيل يماثله اجتماعات أمنية على مستوى المجلس الأمن القومي الأعلى في إيران هناك وردت أنباء عن اجتماع طارع لهذا المجلس وأيضا هناك أنباء عن حالة تأهب قصوى لقوات حرس الثورة لكن بطبيعة الحال لا وجود عن تبني من جانب إسرائيل لهكذا هجوم داخل إيران ولا حديثة في إيران عن وجود هجوم إسرائيلي ولا وجود لمؤشرات عن هجوم إسرائيلي لماذا؟ لأننا قلنا أنه لا وجود لصواريخ لا وجود لغارات من قبل مقاتلات إسرائيلية أو أمريكية الصنع كما نعلم ولا وجود لمسيارات متطورة بإمكانها أن تقطع مسافات بعيدة إن كان الهجوم نفذ مثل ما أخبرتنا الآن بمسيارات كواد كابتر هذه المسيارات الصغيرة التي لا تقطع مسافات كبيرة بمعنى أنها انطلقت من مواقع داخل إيران لكن يبدو وكأن هذه الضربة تحاكي الضربة الإيرانية التي طالت إسرائيل يعني طالت لم تطل العاصمة طالت مواقع في الأطراف قاعدة جوية تماما مثلما نفس الأهداف التي استهدفتها إيران في ردها على إسرائيل من في مصلحته أن يحاكي هجوما كالهجوم المتوقع لإسرائيل نعم في سياق التحليل يمكن التطرق إلى هذا الموضوع من هذه الزاوية التي أشرت إليها أنت الآن لكن دعنا لا ننسى أنه في حال عدم تبني إسرائيلي للهجوم وفي حال وجود أو وصول هذه الطائرات الصغيرة كواد كوبتر إلى أجواء إصفهان أو إلى أجواء القاعدة العسكرية للجيش الإيراني في إصفهان أو في تبريز فهنا بالإمكان أن نتصور أنه ربما إذا كان هناك رد إسرائيلي فيمكن القول بأنه الجانب الإسرائيلي عاد إلى الوراء قبل هجومه على القنصلية الإيرانية وبدأ يشن هجمات أو هجوم ضد إيران ضد مصالح إيرانية للحرب التي كانت تعتبر في المنطقة الرمادية وهنا نتحدث عن الحرب في التحت وليس في العلن وليس في الجهارة لماذا؟ لأن الجانب الإيراني نفذ هذا الهجوم وتبناه رسميا وهناك بيانات رسمية جاءت وكل العالم شاهد هذا الهجوم لكن الجانب الإسرائيلي بما أنه لا ننسى أنه الجانب الأمريكي وبعض المصادر الأمريكية كانت تتحدث عن أنه مجلس الحرب الإسرائيلي اتخذ القرار لكن قد يكون هذا الرد الإسرائيلي بصورة محدودة ولا تجر المنطقة إلى الحرب بطبيعة الحال الآن ما نراه في ما حدث في إصفهان وما حدث في تبريز يمكن إدراجه في هذا الموقف وبهذه الصورة لكن بطبيعة الحال يجب أن ننتظر أكثر حتى نرى طبيعة وأبعاد هذا الهجوم وهذه الأحداث التي شهدتها محافظتي إصفهان وتبريز حتى يتبين لنا المشهد بصورة أكثر وضوحا إليك هذه التطورات والمعلومات الجديدة رويترز نقلا عن مصدر مطلع كان هناك اختار مسبق لأمريكا من الإسرائيليين بمعنى اختار مسبق بالضربة التي شهدتها إيران هذه الليلة يبدو بأن أصبحت الأمور تتأكد أكثر فأكثر بأن إسرائيل هي من شنت الضربة ورغم أن إسرائيل سيد محمد الصراف لم تتبنى الضربة التي طالت القنصرية الإيرانية في دمشق ومع هذا تصرفت إيران بناء على ذلك وردت على تل أبيب هل سوف تنتظر إيران أن تعلن إسرائيل مسؤولية؟ لا يبدو بأنها سوف تفعل وهذا ما يبرر ما تتناقله وسائل الإعلام الإيرانية شبه رسمية من أن هذه هي تندرج في سياق الحرب النفسية التي تشنه إسرائيل ضد إيران وأيضا هناك نقطة مهمة أخرى يجب الإشارة إليها من أنه تم إلغاء معظم الرحلات إن لم نقل جميع الرحلات الطيران في عموم إيران وهذا يشير إلى موضوع حام وطبيعة هذا الهجوم يمكن استنتاج هذا الموضوع من أنه ربما إسرائيل أرادت من خلال المجيء بهذه الطائرات الصغيرة كواد كوبتر في أجواء هاتين المحافظتين أرادت أن تضلل الدفاعات الجوية حتى ربما يحدث ما حدث بعد استهداف إيران لقاعدة عين الأسد الأمريكي في عراق عندما استهدفت الطائرة بصورة خطأ نعم شكرا جزيلا لك سوف نعود إليك بكل تأكيد سيد محمد الصرار